بيومي على التليفون معايا فحرج على حضرتك في استكمال هذه النقطة سيدة سفير مساء الخير فاند مساء الخير أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بعد تذل حضرتك على التأخير في الترحيب لا أنا مستمتع بالنقاش أشكرك أشكرك شكرا جزيلا سيدة سفير جمال بيومي رئيس سيسي النهاردة أعلن اختتام أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية عايزة من حضرتك توضح لسيدة المشاهدين وكمان أنا أفهم من حضرتك مدى الاستفادة اقتصاديا تفضلي فاند وإحنا عندنا تجربة نجحة جدا ودخولنا في السوق الافريقية المشتركة لبلدان شرق وجنوب القارة اللي أسميها الكوميسا 21 دولة حوالي 40 مليون تمام ومن ساعة ما دخلناها قفزت تجارتنا معها الثلاث مرات مع أفريقي ومع هذه الدول نتيجة تحرير التجارة يعني معنى تحرير التجارة مطيق التجارة حرة معنى ما فيش أي رسوم أو عوائق بيننا وبينهم تمام فبالتالي لما نجحت التجربة انظر حولك وجدنا أن فيه تجمعين آخرين في الغرب وفي الجنوب للتجمعات الافريقية نعم في قمة شرم الشيخ اللي حصلت من كم شهر ورأس الرئيس برضو نعم فكرنا ليه ما ندمجشت ثلاث تجمعات في تجمعين واحد بدل كل تجمع عشرين دولة يبع عندي ثلاث تجمعات في تجمعين واحد واحد وخمسين دولة تمام دول الف ومئتين مليون ده حيبقى أكبر منطقة تجارة حرة تعدادا وفي عدد الدول أي يعني اتحاد الأوروب بثمانية عشرين دولة احنا نبقى واحد وخمسين نعم نعم اتحاد الأوروب بخمسمائة مليون احنا الف ومتين نعم بس طبعا احنا مش بالغنى بتاع الاتحاد الأوروب أي على أي حال أي فالتجربة النحة دي حنضربها في ثلاثة أي ده على طول أغرى دولة زي الصين أن سفير الصين في القاهرة كان في مجلس الوزراء من ثلاثة أيام نعم وأعلن أن الصين مهتمة جدا بهذا التطور نعم وتفكر حاجتين أنها تستخدم الخبرة المصرية للإنتاج في أفريقيا والاستثمار في أفريقيا وأيضا أنها هي نفسها تستخدم أرض مصر للإنتاج والتصدير إلى أفريقيا والعالم العربي والدول الأخرى نعم كل ده بسبب تحرير التجارة نصري لو صدرت سلع الصينية إلى أفريقيا هتدفع جمارك أي لو السلع الصينية دي يفتح صنعت في مصر نعم لكن بشارة أنها تستخدم عمالة ومكونات مصرية فتاخد ما يسمى بالمنشأ المصري يبقى حتصدر إلى أفريقيا والعالم العربي وإلى أوروبا بدون رسوم جمهورية أو أي عواقق نعم ده شيء طبعا جذاب جدا للإستثمار صحيح أيضا وزيرنا سامح شكري نجح من كم شهر كان في بروكسل وأقنع الأوروبيين أن نعمل استثمارات مصرية في أفريقيا بتمويل التحاد أوروبي تعاون أوروبي مصري إفريقيا كل دي مزايا نعم حيسألني الشباب طبعا استفدت إيه أيها حتستفد أنه حيشترى منك مواد أولية حتبيع كهرباء وتبيع أرض وتبيع خدمات ثم تخلق وظائف لأولادنا على أرض مصر أو في الخارج وعنى عندنا الحقيقة خبرات مهولة في أفريقيا نتيجة استندوق المصري التعاون الفني في أفريقيا عنده تاريخ طويل وما فيش دولة أفريقية ما ضربناش إما جيوشها ورجال البوليس منها أو أطباء اليابان بتمول تدريب أطباء في القاهرة أو ممرضات أي فكثير من هذه الأمور التعاون المثلاثي أو الثلاثي بنسميه لأن أحد أهداف الرئاسة المصرية الحالية نعم للاتحاد الإفريقي هو رفع الظلم عن هذه القارة نعم لأوروبا وأمريكا واليابان أكثر من الأموال اللي دخلتها أي لأنها بتدفع ديون وبتدفع تكلفة الاستيراد بينما صادراتها ما تغطيش هذا وذاك أي فاللي يعني يعدل هذه المعادلة الظالمة هو مزيد من الاستثمارات الأوروبية اليابانية الأفريقية الصينية النهاردة بقول الصين أيضا نعم في أفريقيا وبالتالي نتيجة هذا يعود تدفقات الأموال إلى أفريقيا بشكل أفضل وبشكل يعيد المعادلة إلى شيء من العدالة في التعامل الدولي ونستفيد نحن وتستفيد أفريقيا والدول الأخرى من هذه الاستثمارات لأن كلها عائد جيد صحيح شكرا كفاند شكرا جزيلا